بدنا يا جماعة لو تفتكروا اخدنا الفرق ما بين الليفينج ونون ليفنج في السبن فيتال بروسس لو تفتكر الوما نيتوريشن اكس كرياشن موشن جروس وحددناهم او قسمناهم قلنا ان فيه كائنات بيبقى عندها وحاجات نون ليفنج برضو عندها بس لازم يبقى عندنا السبن كاملين عشان نقول عليه قسمنا لنوعين قلنا حتى لو كائن بيتكون من خالية واحدة لازم يبقى فيه وضحنا جماعة لو تفتكر ان الكائنات لو يعني بيتكون من خالية واحدة زي اميبة براميسيوم يوجلينا اللي هم البروتوزوة وزي البكتيريا وزي وضحنا بقى بتتكون من اللي هي عندها انها تعمل بس تتميز ان هي اعلى وروحنا قلنا ان في حاجة اسمها عرفنا ان السيل ممكن تبقى مختلفة في واخدنا اصغر واحدة واكبر واحدة اصغر واحدة البكتيريا واكبر واحدة وبعد كده اخدنا مع الفانكشن اللي هو وشرحنا واهميتها وبتعمل ايه والنيرب سيل واهميتها وبتعمل ايه بعد كده شرحنا خمس علماء روبرت هوك اللي اكتشف البوكسز اللي هي سماها سليولا اول واحد شاف المايكرو عن طريق المايكروسكوب بتاعه اللي هو ماتيس الشيلدن اللي قال البيلانتي بيتكون من ببيلانسل اللي قال ان كل اللي هو اللي كل اللي بتكون من اللي بيتكون من اللي قال ان السيل هي واي سيل بيتيجي من اللي جمعناهم في تلات حاجات طبعا وقفلنا الحصة بتاعتنا النهاردة نهاردة جماعة عندنا حاجة اسمها اكتشاف الخلية مين شاطر يا جماعة يقول لي هو انا اكتشفت الخلية ازاي ايه الحاجة اللي ساعدتني ان انا اكتشف بها الخلية مايكروسكوب تمام طبعا من الاجهزة اللي موجودة عندنا في اللاب بس للأسف يا جماعة طبعا عدم وجود بقى البراكتكال العملي كان الطلب الاول بيدخله ويعملوا شريحة ويجربوها دي انت النهاردة هتاخد كلام او آآ براكتكال لازم تبقى فاهمهم يعني المايكروسكوب طب تعالك هنفتكر مع بعض الرحلة بتاعتنا حد الفكرة جاء معها روبيرت هوك كان بدأ يكتشف ايه بالمايكروسكوب البطيء بتاعه ها الكورك اللي اكتشفوا يا حدد على شكل ايه سليلة تمام اللي ايه عاملة بالشكل ده لو جبت اللايت مايكروسكوب اللي هو من شوية ده يعني انت لو جبت الكور كده هوت وشفته عن طريق اللايت مايكروسكوب حيبقى شبه الهاني بيه كده طيب براحة كده يا مستر يعني اصدى حضرتك ان ده كان اول واحد لا كنا لسه جاء مين يا جماعة استخدم المايكروسكوب بتاعه اللي كانت قوته كام شاف المايكرو وشاف كل اللي موجودة في البوند ووتر مثلا زي الاميبة ببراميس يجلينا الى اخره شاف له ايه وشاف فهو اول واحد قلنا عليه جماعة ان هو شاف الحاجات تحت المايكروسكوب طيب بس برضو هل دي مايكروسكوبات جماعة موجودة دلوقتي طبعا لا حد يعرف ايه اهم حاجة في المايكروسكوب ايه اللينز برضو ايه تاني يعني لما تسأل على المايكروسكوب تسأل على ايه التجبير بتاعه الماجنفيكيشن باور فعشان كده جماعة انا عندي نوعين من مايكروسكوبات مصطفى يا عمر ده مجموعة الساعة كام يا حبي? مصطفى تسألنا كام يا مصطفى? مصطفى انا فول عدد لا يا حبيبي. ماشي. تقول علي دي بكرة يا حبيبي مش دلوقتي خالص. ماشي. بعد بكرة كمان. ماشي. ركز كاما معا. فقال لك العلماء السموا المايكروسكوب لنوعين. عندنا وإلكترونيك. بالله عليك. افصل خالص عشان الموضوع ده مهم. تاني عندنا كام مايكروسكوب. نوعين. وإلكترونيك. مين شطر يقول لي? هو اللي قدامي ده. ده الالكترونيك. ليه? لان انت بتستخدم المراية اللي بتبقى هنا. عشان تعكس اللايت. فاهمين? اما الالكترونيك. الالكترونيك ده بيستخدم الكمبيوتر. الوقت ما عمل التحاليل. تعال براحة كده يا أستاذ. حداد. هناخد واحد واحد ونحن نتكلم عنه. الاول دي مايكروسكوب. الايديا افورك. قال لك اي اي ايديا افورك في المايكروسكوب خدها من اسمه. لايت مايكروسكوب يبقى ديبندو ايه? ديبندو سواء طبيعي. او صناعي. مش فاهم يعني تخيل نفسك دلوقتي يوقف الله. هروح قال للناس اللي جنب الشبابيك. انت هتستخدم ضوء الايه? الشمس. طب الناس اللي بعيد عن الشبابيك هقدلهم الايه? النور الكشفات اللايت. عشان يقدر يشوف. فاهمين يا جماعة? يبقى اي اما ناتشلل اي اي ام ارتفيشي. طيب. الطيب بيستخدم ايه? قال لك بيستخدم لنز. على ساد. نوعين? اول نوع بقول عليه اي لنز. مين شاطر يقول لي? هو ليه انا قلته عليه اي او 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 اي او 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 حد يفكر? ايوا عشان انا بشوف منه ببص منه. طيب التاني اسمها اوبجيكتب. ها من شاطر يقول ليسا منها عشان هي قصاد الاوبجيكت يعني جماعة لو اخدت الامج دي وكبرتها كده انت هتبص منين وان ولا تو وان هبص من من فوق طب دي هتبص مين دي اسمها اللي بيتحطى عليها الاوبجيكت هنا حاجة صعبة جماعة فانا بلخصك الموضوع براها الكلام النهاردة المشكلة ان هو عملي يعني ايه كان لازم تخش لاب وتبدأ تشوف الماتيريال دي قدامك مهمين يا جماعة ما ينفعش نظري ما ينفعش اقول لك كده بالحب يا اكرم الى النهاردة الدنيا حلوة معي لان انا جايب لك صورة قدامك لكن لو مدرس تاني بيرسم على الصبورة هيبقى الموضوع بالنسبة له صعب لانه هيرسم لك خطوط فاركز كده فال اللي هي قوة التكبير قال لك الاول بتاعتنا ان انا اقدر كان التركيب بحاول هل حاضر قال لك للاسف ده مجرد ان هو بيديك سورة من بعيد يعني يا مستر يعني يبلك كده زي ما قلت لك من شوية ان دي سيل وفيه حتة غمق من شاطر يقولني اللي من بره ده اسمه سيل ايه الحتة الغمق دي اسمه ايه نيخلص لكن هنبنت لك الحاجات اللي جوه لا لان ده كان اول مايكروسكوب العلماء يطورون ده كان اول مايكروسكوب العلماء ايه يطورون قوة التكبير هنبدأ بقى نسمع ارقام حد فاكر اعلى رقم اخدنا المرة اللي فاتت كان تمام طايم النهاردة الف وخمسمائة يبقى انت قلت متين نطيت لالف وخمسمائة طب يا مستر والكلام ده مفيد ولا ضار اكيد بما اني زودت المجنفيكيشن باور هيبقى الكلام سهل حلو ولا وحش حلو اكيد لان الموضوع هيبقى اوضح بالنسبالي تخيل كده بتقول لك بكبر الف وخمسمائة مرة وان ساوزن بس قال لك اخرك لان قال لك يا جماعة لو زدت عن الايه الوان ساوزن فايف هندرد قال لك مش فاهم يعني ايه نوت كيلير اللي هو بالبلدي كيا جماعة هتبقى مشوشة بايزة اللي هو بالبلدي ان انا لو ما اجيب اجماعة آآ موبايل عادي مثلا من سنة او من سنتين ما تجيب ليش بقى ال اي فورتين مسلا وبتصور وبتعمل بقى من بعيد كده جماعة عشان تصور بدقة هل الصورة هتبقى حلوة طبعا لا انا كل ما بقرب عايز اكبر الصورة هتبقى الوضوح متحققل فاهمين يبقى انا جماعة الشكل ده اللي هو المايكروسكوب ده اخره وان ساوزن فايف هندرد لو زودت لعن كده الامج هتبقى نوت كليل طيب المجنيفكيشن باور دي يا مستر بتتحسب ازاي قالك بيتحسب بطريقهم ان هي تاخد المجنيفكيشن باور اوكيلر ملتبلاي المجنيفكيشن باور او اوبجيكتب مش فاهم يا مستر يعني ايه يعني حضرتك يجي لك سؤال او مسألة لو المجنيفكيشن باور بتاعة الابجيكتب لانس فورتي والمجنيفكيشن باور بتاعة الاوكيلر لانس تن حد يعرف يا جماعة المجنيفكيشن باور هتبقى كام علي تمام فورتي ملتبلاي تين اكوال كام فور هندرد من شاطر يقول لي ده ايمج والبي كلير ولا نوت كلير ها ليه كلير عشان ما عددتش كام الوان ساوزان فايف هندرد مصر ده انت وانت جايب الامج كده كان عندي اكتر من شكل بص بقى معانا بيبقى اللي فوق دي على طول تن مثلا واللي تحت تلات ارقام مش فاهمي مصر يعني ايه يعني حضرتك انا اسف اللي فوق الفتي اللي تحت تلات ارقام مثلا يعني تن توينتي سيرتي يلا بينا والقرس ده بيتلف خد بالك لو ضربت فيفتي في تن حيطلع كامل كلير فيفتي في توينتي وان ساوزان كلير فيفتي في سيرتي كلير بس اخر الكلير فاهمين يا جماعة ناصد ايه يبقى دول التلات عرسات مصر مش فاهم يعني ايه يعني حضرتك كل ايه مش هتستدم العرسة الاول ايه لا اقل واحدة بعد كاللي بعديها بعد كاللي بعديها ايه يا مصر وياب تفرق هو مين شطر يقول لي هنا لو كبرت الصورة بتاعتكم هشوف عدد اقل ولا اكبر فكر ليه يا مختار اقل لانا كل ما اقرب عينيه كعنيك ركز كيا يا جماعة انا قدام الناس قاعدين اهو قدامي مسلا عشرة اخماشتر واحد انا شايفكم كلكم كده صح قربت شوية حنين ممكن اختفت من الصورة فاهمنا يا جماعة مختار اختفى من الصورة قربت اكتر اه بقى سبعة محمد واكرم وايه براء وصهايب واستاذ ايه ملك واستاذ ايه حنين قربت اكتر لا حبيبة وصهايب قربت اكتر يبقى صهايبة بس فاهمنا يا جماعة يبقى انا كل ما اقرب الامج اللي بيحصل مع الوضوح بيزيد اه بس عدد السنة اللي بتبان ايه اقل من شطر يقول لي ايه الريليشن كل ما بيزيد المجنفكيشن باور كل ما النامبر اف سيلز بيقل يبقى طب ركز كده وطبق طبق معايا بالله عليك لو المجنفكيشن باور بتاعة اوكيلر تويني يلا بينا محمد اشرب تفضل محمد محمد هتبقى صورة ايه انكلير ليه انكلير يا محمد علشان انه عدت يتعمل ايه لاتها طول 1500 تمام عشان لو ضربت الاطنين في بعد ملتبلكيشن اهو دي وان هندرد. دي فور هندرد. دي وان ساوزند. دي وان ساوزند سكس هندرد. طبعا دي نوت كليل اساسا ولو اتلت ارقام يبقى احسن للوان ساوزند. حاجة صعبة جماعة. حاجة صعبة يا شباب. فقال لك يبقى انت عشان توضح بقى. قال لك انا عندي طريقتين. بالله عليك ركز. اول طريقة. قال لك اللي هو اكيد لو سألت سيادتك وانت ماشي بالشارع كده قاعد في البيت اهو. لو قدت لك لمبة واحدة. لو زمالك اللي وراء ادوء طفل لمبة اللي عندهم. النور اللي عندهم بتاع القضاء اللي وراء. ايه اللي حيحصل? التلفزيون الاداء بتاعه هيزيد ولا هيقال? هيقال فاهمين يا جماعة? كل ما زود النور. حيبقى لاداء اكتر. فاهمين? يبقى جوه كل ما يزيد فحيبقى الموضوع اوضح. حد يعرف يعني صبغة. مش فاهم. هي الووتر. ولا colorless? colorless. طب هل بتبقى بين الحاجات اللي جواها? طبعا لا. طب اعمل ايه? قالك احط ضاي يعني احط ضاي جماعة احط كده في الليكويد لما حينزل الاميبة يا عيني اللي هنا هوت. حينزل عليها الايكويد. فإن الله يا عسى الله? هتبقى لونها ازرق. ركزوا كلا يا رجالة. فحتبان معايا تحت المايكروسكوم. لو استخدمت الضاي. بس انا عايز اسأل حضراتكم سؤال. لو خدت حتة من السكان. صغير كده. وحطتها تحت المايكروسكوب وحطت عليها ضاي. هل ينفع ارجع السكان ده تاني? طبعا لا. يبقى من ايوب المايكروسكوب ده اولا بتاعته كبيرة ولا قليلة? قليلة اخرنا كام? تاني عيب ان خضرتك لما بضيف ضايق عشان اوضح الحاجة ايه اللي بيحصل? الماتيريال اللي بيحصل او باستقادمة ايه اللي بيحصل لها? باي باي بتموت. فاهمين? وده طبعا من بص بقى معلش شي. المشكلة بقى ان هنا جزء عمل شوية. لو قال لك عايز تشوف عايز تشوف تكوين البلانسل ركز بالله عليك. هجيب البصلاية واطحها واخد شريحة شريحة دي عاملة ازاي مصر يعني حتة من ايه من البصلاية اللي هي مسلا احنا نقولها دي لأ ده انت كمان حتة من الحتة لو انت كده جماعة صحبت من البصلاية هتلاقي فيه غشاء بيبقى رؤية او شفاء. حريك هتاخد الغشاء ده اهو. اهو. يعني حطه على بعد كده بحط مادة. شكرا يا مستر. بحط مادة الميسيلين بلو. ممكن نقطة مية. بعد كده مادة اسمها الميسيلين بلو. اللي احنا لسه ائلين عنها من شوية ايه البيلو ده? صبغة ضاي. بعد كده قال لك يا جماعة بحط الكافر ادي. الشريحة. بعد كده البصلاية. بعد كده البلو. الضاي. بعد كده اجيب الكافر. بعد كده احط الكافر ده براحة. مين شاطر يعرف الكلام ده? انت بتشوفه. وانت بتحط سكرينة للموبايل. هل الراجل بيروح لازل السكرينة كل مرة واحدة? هم اللي بيعمل ايه? بيجيبها بانجل كده. ويبدأ ينزلها براحة. حد يعرف ليه? عشان مختار. لا مش ترزل لوحدها. الهوى يطلع. عشان الهوى جماعة يتصرب. لان يا مختار لو لزقناها دايريكت. وسيبنا هوا. ايه اللي حيبان فيها? هوا كده في النص. بقع كده بطع. فهو نفس الكلام. ان انا هحطها بانجل معينة جماعة عشان اتخلص. بعد كده احطها تحت المايكروسكوب. بس ركز بقى. ركز اللايت بيجي ازاي? ايه اللي تحت دي? انا بشور عليها باللون احمر. ايه دي? ميرور. بزبطها الاول بانجل. عشان اللايت ينزل. يجي على ميل. على السلايد من تحت. بعد كده يخدش في ايه? بعد كده يجي ميل. في الاي لنز. يبقى رتق. تعالى. تانيا. ادي المايكروسكوب اللي معنا هوا. معلش انا قاسي. ادي الشريحة هنا هي. اللي بلون الموف دي. ها. اللايت ينزل على ميل? على المراية. يعمل على ميل? على السلايد. بعد كده يعدي الميل? في الابجيكتف. بعد كده يطلع في ميل? في الايلانس. فانت تشوف الصورة بوضوح. مصر انت بتعد لي الكلام ده ليه? اقسم بالله عشان تعرف تحل. حلك يا جماعة معنا. التست اللي تحت. اروان فضالي. بي. تمام. شكرا. الخطوة التانية ممكن يحلها مختار. لنما بحط الكافرينج ده لازم يبقى بانجل كده. ايه? لأ. ها? بي. عشان اقلل الخطوة التالتة ممكن كله يعلىها. حل معنا يا جماعة. فضالي علي. ايه? ايه? كل ما عدد او تزيد كل ما عدد السلة اللي بتشوفها بتبقى اقل. يعني كل ما قرب هشوف طلبة اقل. يعني حضرتك وانت واقف في المدرسة فوق خالص تشوف الالف وطالب. نزلت? هتشوف مية. قربت للفصل بتاعك هتشوف الخمسين قربت اكتر هتشوف الاتنين انت واقف معاها. تعمل ترمي افهات وهم يضحكوا بس. خط بالك. المايكروسكوب التاني اللي مش هياخد خمس دقايق بالزبط. اسمه مايكروسكوب. مايكروسكوب الكتروني. اللي هو اكيد كلنا بعد الشر اكيد روحت معمل تحليل اكيد. لوحدك مع باباك مع مامتك مع جدك مع اخدو الصغير عن نفسك. ان انت لما روحت معمل تحليل تلاقي مثلا. مثلا يعني قوضة كاملة مكتوب عليها ممنوع الدخول لغير الايه? العاملين. اللي هي بياخدوا من خارج العينة ويدخلوا القوضة دي. فانت اكيد بتستنى اول ما حد يجي يفتح الباب تروح بصص فين? جوة? تلاقي اي حد قاعد على كمبيوتر وجنبيه الجهاز الابيض الكبير ده. المرة دي مفيش تدخل بشري بقى. يعني هم بياخدوا منك عينة البلد? ويروح حطنا في الجهاز. والجهاز بقى اللي يشتغل. ليه? مثلا سي. حضرتك من المتعارف ان مثلا في تحليل الدم بيجي لك شيط كبير كده. اكيد شفته مثلا لبابا او لماما او لأي حد. بيجي لك مثلا مكتوب كده. الار بي سي دي. عددها بيبقى من فور لفور بايند فايف مليون. في الفيميل. وفي الميل عددها من فور لفايف. انا عايز اسأل سؤال هل طبيعيا انا اقدر كهيومن عد العدد ده? ده الدكتور يقعد طبعا عشر سنين يعد لك العدد ويطلع عينة واحدة. اما هي الفكرة جاد ازاي اكرام انه هو اسمه مايكروسكوب. يبقى هل بيدخل فيه طبعا لا. فبيعتمد على ايه? بيم. اف الكترون. يعني انت بتطلع الكترونات تعديها من السامبل من العينة. طب اسمها الالكترو ماجناتك لانس. مستر انا مش فاهم. اللي انا هشرحه لخريطك ده ملخص لعملية وليس هو اللي بيحصل. انا هقول لك كأن ده اللي بيحصل. فركز بالله عليك. لو انت عندك العينة جماعة عشان نقشف بها عن اللي موجودة في البلد. تمام? هدخل من هنا يعني موجة من توني الكترون. عشرين الكترون. بس الالكترونات دي ليها قابلت انها تلزق في. طلع من ناحة التانية. مين شاطر يقول لي الشيط اللي حيتطبع. حيتكتب فين الراجل ده عنده كام? بس انا شرحت لك العملية عدية. هو طبعا بتبقى مليونز. تعدي فاهمين? فتطلع من ناحة تانية الا لعدد اللي هستخدمته. فيروح الشيط او البابل الشيط اللي طلعه لي. الشخص ده جماعة مسلا اسم المريض فوق. الريد بلوت سيل. عنده سري مليون. ويروح كتب لك كده في الجنب من فور لفور ايه? ويتلاقي الدكتور يروح عاملك كده بالماركر على الرقم ده. بحيث لما تاخد التحليل تروح للدكتور بتاع البطنة. يقول لك تعالى ده انت عندك الريد بلوتس القليلة. انت عندك اناميا. خد بقى العلاج الفلاني والفلاني والفلاني. فاهمين يا جماعة? هل الكلام ده فعلا اللي بيحصل انا بحاول ابصط لك الموضوع. فاهمين يا جماعة? انجي انت بصة كده ومش فاهمة. هو جنب هاو كمبيوتر. انت ما بتتدخلش خالص. هو بيحط انا. وهي هتعامل بقى الجهاز بقى يقسم ويبدأ يحسب الريد لوحدها اللي بقى ايه? ورقة السي بي سي ده ورقة ده كده. كل جزئيات الدم. فاهمين يا جماعة? تمام. يبقى يا جماعة عندي اف بيم اف بتستخدم فلورسنت لام. الفلورسنت لام بالله اللام بنيون ده هيت. ركز بالله عليك. الفانكشن بقى اللي تكبر بقى الحاجات الصغيرة جدا. اصغر حاجات تقدر تشوفها. جيناتك ماتيريال كروماتين. الحاجات اللي انت ما تقدر تشوفها بمين? باللايت مايكريسكوب. عارف ليه? لانه قوة التجبير هنا اكرم مليون. فاكر هناك كانت كام? اقل من وان ساوزن فايف هندرد. هنا مليون بدايتنا بسم الله. ده في دلوقتي مايكريسكوبات وصلت لفايف. اللي هي طبعا بتستخدم بقى الكشف عن الكنسر والحاجات اللي هي بعد الشر يعني. اللي هي بتلاقيها مش في كل المعامل. سؤال هل كل الدكاتر التحاليل يعمله نفس معمل التحاليل? طبعا لا. ده تلاقي يقول لك مثلا سي هنا في ضمنهور. اه انا هحلل عند معمل صف مختار على اول الشارع. ليه ده? والله انا هعالل اه عين الدم بسيطة حاجة سهلة. بس مثلا بعد الشر يعني. لا والله ده انا هحلل بتاع مش عارف ايه الليفر. لا يقول لك لا ده مش هيبقى موجود لغير في المختبر. انا مش بعمل بقى اعلانات. مش موجود لغير مثلا في مبارة العصفرة. مش موجود لغير في اه معمل البرج. فاهمين يا جماعة? اشرف شلبي. اه بديوي. لا معامل التحاليل الكبيرة. ليه? مصروف عليها قليل ولا كتير? كتير جايبين اجهزة غالية جدا. فاهمين يا جماعة? خلاص فهمنا طبعا. بسبب لي يا شباب لانها عندها شورت تاني علاقة. تاني علاقة. كل ما يقل كل ما المجنيفكيشن باور او قوة التجبير تزيد. يبقى انا لو جيت قلت لك الفرق ما بين الفيزيبول اللايت والالكترونز. مين اللي عندها شورت? مين اللي قوة تكبيرة اعلى? الالكترونز. يبقى يا عندها شورت ويفلنز. يعني اقصر. فاهمين يا جماعة? كل ما يبقى اقصر ياخد اللقطة بسرعة. كل ما يبقى اطول ياخد اللقطة ببطة. افتح جماعة لو سمحتم. كام? بصي مؤقتا يا حنين لحد ما نشوف بموضوع المأزامة. عندنا جماعة نوعين من المايكروسكوب. سودي شباب. سكانينج وترانزميشن. فهو انا وجيت سألتك بس كترانسليت ترانسليشن سكان يعني. فحص مسح ترانزميشن يعني? خر اختراق. يعني لو جيت قلت لك مسلا يعني الجيش لو حيجب على ضمنهور عشان يبوزها. يدمرها. هيعمل ايه الاول? ها? اسكان تمام? اللي هو. هيعمل اسكان. هنا مدان الساعة. هنا المكان بتاع الشرطة. هنا المكان بتاع الجيش. هنا مدرسة. هنا مش عارف ايه. هيعمل اسكان من فوق. بمجرد ان هو يحدد الحاجات اللي هيصيبها بس. بعد كده يبعث الصعقة. او الطيارات بقى تمزل قرب الارض وتضرب. هتضرب مين? هل كل الاماكن? يبقى لو جيت قلت لك سكان. يبقى ده انت بتعمل الشكل العام من بره. وده قوة تجبيره قليلة. اما ده بيعمل الانترنل وقوة تجبيره اعلى. ده انت قلت لي احنا بنوصل لمليون. ما انا قلت لك مليون ده بمعامل التحاليل. بس هو بيبدأ من بعد بقى الان اكبر. خدنا منهم اتنين والايه والترانزميشن. اه استأذن حضرتك. طبعا دي شرحناها خلاص. اه لو سمحت حل الراي الاخير عشان نراجع عن هومورك. حد يحل. تفضل يا حداد. تستدي تستدي دا شيبوف نيوكلاي. ويت بلادسل شكلها. هاي بقى سكانين و ترانزميشن لا حاجة واحدة انت عايز تاخد الشيب اللي هي جوة نيكلاس النيكلاي دي جوة نيكلاس يبقى ترانزميشن شكرا شكرا المدكال اناليزز يجب أن نستخدم بين الناس بلد سل يمكننا استخدام الناس حد يحل عايز اشوف الفرق في الشكل اللي هو كان عندنا في الحصة بتاعة المرأ كده ولا كده ولا كده أشرف اللي هو من بعيد بشوف الشكل بس من بعيد اه دي وي دي رد افتح الهومورك يا جماعة الهومورك يا بيتج يلا بينا في اسئلة اساسا احنا حلنا في الحصة الهومورك يا بيتج ما شو بالترتيب حبيبة تفضلي بي كلهم فيهم نيكلاي ايوة تمام فضلي حنين الشكل ده لما نشوفوه بقى عن طريق سيمبل مايكروسكوب جسمنا النهار ده كذا حصة كذا مرة بي ريكتانجلر شيم السينتست هو كود سي براميسيوم البراميسيوم ده مايكرو أرجانيزم ذالي بنهق يلا يروان تمام مايكروسكوب بتاع ايوة يا ايا ايمن طب جاوبي نمبر فايف نمبر فايف سي نمبر سي اللي قال ان كل نزمة تتكون من سل نمبر سيكس اتفضل يا استاذة حنين ايه فرشو لو اقال ان كل ممكن يكون انديفاديوال تاني نمبر سيكس انجي دي زا سيل زا بيزيك اوف لايف ويتش افضا فولوين دازن سبور سي ملناش دعوة لكن ده ينفع ده ينفع ده ينفع لكن التالتا ما تنفع روح للسبيان براق تمام نمبر سهيل ايه دي رسمة هو بيقول لك هوا دي الاميبة الاميبة بتقول لك سينجل سل بتتقسم بين لتو سل هايبقى لا اه 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 تمام سل سي بري اكسسطين وان انبي نادي ليه ايه السنة جماعة ده اول واحدة يا شباب هتبقى سل تنفع تنفع. هي اول واحدة جماعة. لان في اصغر منها. يلا بنا السؤال التالت. حداد. شوفان. شوفان يا حبي. ده ده. شوفان اللي قال ان كل الكائنات بتتكون منا. السؤال الرابع يا ريت الكل يا جماعة يركز بعد الزكرة. مختار حاول مختار. مين اللي شكرا يا محمد. حل بقى سؤال يا محمد. اتفضل. اللي جاي. ايه? لا. شوفان اللي في كائنات بتكون واحد. الاجابة بي. لان شلدن ما شافش الانسكت. شلدن شاف البلانت. محمد. بكتيريا سنجل سيل بتتقسم. هاو دي pengانت لي لي بسيل سيري. لا يا محمد. بكتيريا سيل عرائز بو ادرسال. اللي جابة عمحمد سين! ان السيلزاا ان السيلزا عرائز بو ادرسال. اللي لان دي بتكلم عان الدواجل. اكرم سبن في الشو ايت نرجع تاني او لحد في الاولاين يا جماعة فضلي فيروز مين اول واحد شاف السل اه ايه ايه روبرت هوك حل انا فرشو created with several key discoveries which is the following discoveries was related to the cell theory all living cell only arise from cell division pre-existing all disease the definition of cell is the bathing unit of plant none يبقى اول واحدة. نمبر تان عالي تفضل يا عالي. علي يا شوئين. ايه? برستان سكن دار كوري. السكند السكند بس يا عالي. السكند ستتمنت اونلي ايه مستر لين الجزء الاولاني الفيروس دون تكم فروم ادر فيروز دو عن غلط لدي الفجامة مفيرس تاني. ايوة جوشن كم سبن. البيلدين يونت is the fundamental unit بتاعات فرشو. اه لا شبان شبان بقى كيف فرشو صح? فرشو كان اخر واحدة جماعة صح? اول واحد اتكلم في البلانت شيلدن بعكاة شيفان اللي اتكلم في كل الكائنات. حنين حبيبة حلتي فضالي. روبرت هوك? لأ ده روبرت هوك ده كان اول مايكروسكوب. انت قلت ايه? بي? لأ ايه. الناس ما حلتش بقى انا جماعة هومورك بنعب اتوليه كلنا في ايه? يلا حنين. المترجم للقناة دنيا تمام هي لقطة الميكروسكوب على طول لعيمة يلا ارو فورتين روان ده ثانية واحدة بس بعد كده بعد كده تمام بي برافو الفتين شيلدن قال ان البلان تي بتكون من البلان سل سكستين انجين تمام سي لأ دي 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 سبنتين حنين اولنا دي يا جماعة لان لسا ما اخدناش الابسارية ان الابسارية لتشو اي تشو بيتكون من سل اتين حنين فرشو تمام من بري اكسستين جوان ناينتين اتفضل يا براه طو هندرد طايم على طول تويني انتونيو باللافن هوك تمام هو اول واحد شاف المايكروبيل تمام توينيوان حداد مايكرو ارجانيزمز مختار طب حلوا معنا جماعة معلش بنقاس فين مختار دي تلاتة وعشرين محمد سي شلدن وشبان واحد تتكلم عن البلاند والتاني تتكلم عن الايه الانيمال محمد داروين مش معنا تمام اكرم اخر سؤال جولي естно سي سكرين ان protagonists scientific theories that state the cell will divide replicate and demutate throughout lifetime only self genetic structure identical لا اا identicle لا كل الكائنات بتتكون من سيلز لا اه مش كلهم فيه ممكن وان سيل بس الاجابة دي